أشهد أن محمد رسول الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا أقسم بيوم القيام ولا أقسم بالنفس اللوام أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما بلى قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليفجر أماما يسأل أين يوم القياما فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيرا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ وَأَنْ يُتْرَكَ سُدَى؟ أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى؟ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى؟ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَامُ أَلَيْسَ ذَلِكَ أَلَيْسَ ذَلِكَ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَامُ الله سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدًا اللَّهُمَّ اهْدِنَا فِي مَنْ هَدَيْتِ وَعَافِنَا فِي مَنْ عَافَيْتِ وَتَوَلَّنَا فِي مَنْ تَوَلَّيْتِ وَبَارِكْ لَنَا فِي مَا أَعْطَيْتِ وَقِنَا بِرَحْمَتِكَ شَرَّ مَا قَضَيْتِ إِنَّكَ تَقْضِي بِالْحَقِّ وَلَا يُقْضَى عَلَيْتِ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتِ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا أَعْطَيْتِ وَلَكَ الشُّكْرُ عَلَى مَا مَنَتَ بِهِ وَأَوْلَيْتِ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ نَسْتَغْفِرُكَ مِنْ جَمِيعِ الظُّنُوبِ وَالْخَطَاياَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ اللَّهُمَّ قُسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَصِيَتِكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا اللَّهُمَّ بِأَسْمَاعِنَا وَبَصَارِنَا وَقُوَّاتِنَا أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا إِلَى النَّارِ مَصِيرَنَا وَاجْعَلِ الْجَنَّةَ هِيَ دَارَنَا اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لَنَا الدُّنْيَانَا الَّتِي فِيهَا مَعَاشُنَا اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لَنَا دِينَنَا الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِنَا اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لَنَا أَخِرَتَنَا الَّتِي إِلَيْهَا مَعَادُنَا وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لَنَا فِي كُلِّ خَيْرِ وَالْمَوْتَ رَاحَةً لَنَا مِنْ كُلِّ شَرْ وَالْمَوْتَ رَاحَةً لَنَا مِنْ كُلِّ شَرْ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِعْلَا الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِينَ وَأَنْ تَغْفِرَ لَنَا وَتَرْحَمَنَا وَإِذَا أَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةَ أَنْ تَوَفَّنَا غَيْرَ مَفْتُونِينَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ حُبَّكَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكُ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنَا إِلَيْكَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌ كَرِيمٌ تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فعفو عنا لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالصلاة والصيام ولك الحمد بالأهل والمال والمعافام إلى طريقك هديتنا ومن كل ما سألناك أعطيتنا فلك الحمد كثيرا كما تكرم كثيرا ولك الشكر كثيرا كما تهب كثيرا لا إله إلا الله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق الناس من تراب وجامعهم ليوم الحساب سبحان العزيز الوهاب سبحان الغفور التواب لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين سبحانك من إله عظيم سبحانك من إله عظيم يغفر الذنوب ولا يبالي سبحانك من إله عظيم يغفر الذنوب ولا يبالي اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو النام سبحانك من إله عظيم يغفر الذنوب ولا يبالي سبحانك سبحانك تسمع كلامنا سبحانك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وجهرنا سبحانك تسمع كلامنا ولا يخفى عليك أمر من أمرنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين اللهم إن عبيدك بنو عبيدك بنو إمعيك نواصينا بيدك ماضٍ فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وهمومنا اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا اللهم ارزقنا تلا وتوانا الليل وأطراف النغار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك يا أكرم الأكرمين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثنان عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وعلى الصراط نورا وعلى الصراط نورا ويوم القيامة شفيعا وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم اللهم أكرمنا بكرامة القرآن اللهم شرفنا بشرافة القرآن اللهم زينا بزينة القرآن اللهم ألبسنا به الحلال وأسكننا به الظلال وزدنا به من النعم وادفعنا به النقام يا أكرم الأكرمين اللهم إنك عافو كريم تحب العفو فعفو عنا يا من إليه يلجأ التائبون يا من إليه يلجأ المقصرون يا من إليه يلجأ المذنبون اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا ويوم القيامة شفيعا وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم اللهم إنك عافو تحب العفو فعفو عنا اللهم ارحمنا في ليلتنا هذه أجمعين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين يا من يجيب المضطر إذا دام يا من يكشف السوء عمنا دام اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأمواد اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوعدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعاف عنهم وأكرم نزلهم وأسع مدخلهم وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم ارحمنا إذا صرنا ما صاروا إليه اللهم كم معنا يوم نفارق الأعباب اللهم كم معنا يوم نوضع في التراب اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله اللهم ثبتنا عليها اللهم ثبتنا عليها وأمتنا عليها وأحينا عليها وأحينا عليها وأحينا عليها اللهم اجعلنا عند الموت والقيامة من الآمنين ولا من رحمتك من القانطين ولا من عفوك من الآيسين إذا زلزلت الأرض زلزالها وقامت القيامة بأهوالها إذا زلزلت الأرض زلزالها وقامت القيامة بأهوالها إلهنا وربنا وسيدنا ومولانا بأي قدم نقف بين يديك وبأي لسان نعتذر إليك وبأي لسان نعتذر إليك وبأي عين ننظر إليك وبأي عين ننظر إليك وبأي عين ننظر إليك اللهم إنا نسألك مسألة المساكين ونبتهل إليك ابتهال العبد المذن بالذليل نسألك دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك جسمه وفاضت لك عيناه وفاضت لك عيناه وفاضت لك عيناه اللهم ارحم عباداً رأس مالهم الدعاء اللهم ارحم عباداً سلاحهم البكاء اللهم تقبل مننا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا يا أكرم الأكرمين يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا مجيد يا مجيد يا عفو يا غفور يا شكور يا شكور يا حميد يا فتاح يا عليم يا قدير يا قادر يا حافظ يا حفيظ يا رافع يا خافظ يا رافع يا خافظ يا محيي يا مميد يا رزاق يا رزاق يا رازق يا رازق يا رازق يا كبير يا علي يا كبير يا ذا الجلال والإكرام يا أكرم الأكرمين يا باصط اليدين بالرحمة اللهم اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا ودعاءنا وتبتلنا اللهم ارحم الليلة عبرتنا اللهم ارحم الليلة دمعنا اللهم ارحم الليلة دمعنا اللهم كم لك سوانا ومالنا سواك نسألك بفقرنا إليك وغناك عنا نسألك بفقرنا إليك وغناك عنا أن تعتق رقابنا من النار أن تعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدين من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدين وأهلينا من النار اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين اللهم ربنا اعتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه لأجمعين اللهم اغفر لنا شكرا لكم الله 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 السلام السلام ورحمة الله السلام ورحمة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله